كيف نتعرف على الحق يقول بالعلم والحق له علامات وأهله لهم علامات ترى كل هذه الجماعات والمذاهب لها مؤسسون وأما المنهج الصواب فمؤسسه هم الأولون من الصحابة والتابعين وعند ذلك صار عندك الآن المعيار مثل ساعة القبلة يقول تضعها في أي جهة تتجه إلى القبلة فأنت لما يكون عندك المعيار في أي زاوية توضع تتجه للأصل ديننا يقوم على الكتاب والسنة وفقه الصحابة إذا أردنا الكلمة في منهج السلف هي هذه الكلمة أن ديننا يقوم على الكتاب والسنة وفقه الصحابة فإذا اختلفت مع الناس في الفهم فارجع إلى هذا واحذر أن تبني بيتك على دين فاسد ما هو الدين الفاسد؟ قالهم أهل الأهواء لأنهم عجزوا أن يهدموا الدين فدخلوا فيه ولبسوا لذلك لا بد من التحذير من كل ما هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم